تتواصل الحرب في أوكرانيا وتتفاق متدعيتها الفورية وبعيدة المدى على إمدادات الغذاء العالمية لتضع أكثر من 25 مليون طن من جحنات القمحة تحت الحصار لغياب البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسوات لتصديرها نحو الأسواق العالمية نرى وضعا غريبا في الوقت الحالي في أوكرانيا حيث يمكن تصدير ما يقارب من 25 مليون طن من الحبوب لكن لا يمكن نقل الشحنات لمجرد الافتقار للبنية التحتية والحصار المفروض على الموانئ تحضيرات منظمة الأغذية والزراعات تابعة للأمم المتحدة الفاو لم تتوقف هنا بل امتدت لتوقع ارتدادات أوسع على موسم الحصاد المقبل في سادس أكبر منتج للقمح في العالم بفعل محدودية هيكل التخزين ما يعمق من تكهنات اتفاقم أزمة أسعار المواد الغذائية على المدى المنظورة امتلاء الصوهمع قد يؤدي إلى نقص في منشأة التخزين خلال موسم الحصاد المقبل في جوان على الرغم من الحرب فإن ظروف الحصاد لا تبدو مريحة قد يعني ذلك حقا عدم وجود ساعة لتخزين كافية في أوكرانيا خاصة إذا لم يكن هناك ممر مفتوح لتصدير القمحة منذ أن اطلقت روسيا العمليات العسكرية في أواخر فيفري الماضي اضطرت أوكرانيا إلى تصدير الحبوب بالقطارات عبر الحدود الغربية أو من موانئها الصغيرة على نهر الدانوبة بدلا من طريق البحر فيما تراجع محصول القمح المقبل في البلاد بما لا يقل عن 35% عما كان عليه العام الماضي بسبب الحرب ترجمة نانسي قنقر